وصلت سفينة القمح الأوكرانية أوريات إلى إسطنبول عبر البحر الأسود في طريقها إلى مصر السفينة انطلقت من مرفأ في جنوب أوديسيا الأوكرانية وتحمل أكثر من 17 ألف طن من القمح لنقلها إلى الموانئ المصرية يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزير التنوين المصري أن القاهرة تجري محادثات مع بنك أبو الضب التجاري للحصول على تسهيل قرد لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان سعيد لتنويع مشتريات مصر من الحبوب ينضم إلينا من القاهرة دكتور مصطفى عبدالعظيم وعميد كلية الزراع الأسبق بجامعة ألف يوم ألم بك معي دكتور مصطفى ويعني إلى أي مدى استطاعت مصر بالفعل حتى الآن من تنويع مصادرها من القمح وهل الإجراءات اللي أمد بيها مصر كافية لتمقانة السادة المواطنين الألانين على الغيف العيش بصراحة أهلا وسهلا بحضرتك أنا عبدالعظيم مصطفى بعليش بس تصحي عبدالعظيم مصطفى عبدالعظيم مصطفى فيما يتعلق باستيراد القمح والاتفاقية بالفعل وفقا لآخر البيانات أنه تم الاتفاق على تمويل قدره 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات تمويل دولار على أساس كل سنة 100 مليون وتم الاتفاق بالفعل بصندوق أبو الظبي من خلال مكتب أبو الظبي في الإمارات وأنه على أساس أن الجهة الاستيرادها تكون كازخستان والعملة الصعبة التي هي غير متوفرة في مصطفى يتم توفرها على أن السداد هيكون بأسلوب في فترة سماح وطويل الأجل فيحل المشكلة التي هي خاصة بما يوفر القمح ومشكلة عجز الدولار أو عزم توفر الدولار بالشكل المستقر في الاقصاد المصري في ظل الأزمات الراهنة التي هي عالمية في الأساس وجزء منها طبعا متعلق لزيادة الاستهلاك في القمح المصري وفي نفقة لنمط الغذاء المصري أقصد ودي مشكلة الحقيقة يعني مشكلة القمح مشكلة تراكمية بزيد سنة عن سنة باعتبار أنه عندنا عدد السكان يعني عدد السكان عندنا مشكلة وبالإضافة لعدد السكان عندنا نحن لذلك مجموعة من المهاجرين في السنوات الأخيرة من دولنا العربية يعني إحنا حتى لا يعملوا معاملة المهاجرين بيعيشوا معنا وكل ما يحصل عليه المواطن المصري طب يا دكتور المصريين بيقولوا الاتفاق اللي تم توقيعه بالفعل بتمويل ب500 مليون دولار لشراء القمح من شركة إماراتية من الشركة الظاهرة اللي هي بتزرع الأمح على أراضي مصرية وتبيعه أيضا المصريين المصريين بيسألوا ليه يعني ليه دي الأرض مصرية ودي على الأرض وبيتم زرعته على الأرض ليه أنا ما بزرعش القمح مباشرة ليه بدي شركة هي اللي تزرع في الآخر أنا أروح أشتري من الشركة لا هو حضرتك المساعد وزير التموين تحدث في هذا الموضوع في التلفزيون ونفى قال أنه هو شركات الإماراتية بتزرع قمح في مصر فعلا ولكن بيتم الحصول عليها بالأسعار المحلية باللي هو الجنيه المصري وشأن كل من يزرع على الأرض المصرية أما الاتفاقية دي خاصة بأنه هو القمح اللي هي يستورد من الخارج تمويل قمح يستورد من الخارج لا يتم تداول سلع بالدولار من الانتاج المصري في سواء زراعي أو غير زراعي ده ما أكده مساعد وزير التموين ونفى أنه هو الأرض اللي يتزرع فيها قمح مصري ويدفع فيه دولار نفى نفيا باتا خاصة كما تعلمي حضرتك نحن عندنا عجزة أصلا في العملة الصعبة فمن غير المعقول بالمرة أن الحكومة توافق على قمح على الأرض المصرية ويشترى بالدولار وهذا ما أكده في بيان رسمي وزعف التلفاز ده حجود البوقف الرسمي شكرا لدكتور عبدالعظيم كنت معنا من القاهرة دكتور عبدالعظيم مصطفى عميد كلية الزراع الأسبق بجامعة ألف يوم شكرا لكم